السلام عليكم البنات والخوت والخوتات والمميمات الغاليات كده يلي اللي بسعليكم بخير هانين كانت مننا تكونوا كاملين على خير وبخير لقاكم هالفيديو انتم فئة صحة والعافية ان شاء الله بإذن الله يومي جد نمجد معكم موحب سيطلات بمناسبة حلول اقترب حلول شهر رمضان ان شاء الله بإذن الله سيصادي ونزوينين يعني دغية دغية كيوجدو مهم ده بنخليكم مع مقادير ان شاء الله بإذن الله الطريقة وكلهم سيطلات يعني هذا بالنسبة الغالي اللي غاندير تقدر تدربة بسطيلات وبعد البريوات اللي بغيتو ومأول حاجة كان دير عندي كروفيت هاهو كان اندي فقنجي داتو ربطته داك شي هذا بالنسبة لهذا الكروفيت هاهو اغير القشور دي الكروفيت نقيت له شي كان يخبعو فيرو وكانحتاجو كيف ما عارفين بعد ان دايرة منه البودر ودايرة منه دايرة منه البودر ديال وش hidden يعني يا ميبساهوه داك شي مصوب عليدي كيتحتاج في اي حاجة كيتحتاج مهم لفغينا نديروشي نهار برايوات كتابين مهم ما تشي اللي كاين دبال الكروفيت هدا كندير فيه الماء وكن نسلقو باش كندير بيه دك الشعرية كندسمها عندي انا الكالامار والكروفيت هدو هما يعني هدو هما المقادير اللي عندي والعطرية كيف ما كتشوفو عندي التحميرا والكامون وهدا والخرقوم ودك الكروفيت متحون الهريسة الزيتون التومة لسوس دير السوجة والملحة الشعرية الصينية طبيعة الحال والرباع انا عندي في الكونجلاتور جبته ويقعو هادي هي المعلمة دينا هي هادي هاكم عارفين هادي هي للا الحادقة مهم هادي نديرو الرباع ان شاء الله بإذن الله دينا انا بالنسبة لها هندير كل شي في دقة وحدة يعني الشرمولة هندير فيها كل شي في دقة وحدة وانتحنها ان شاء الله بإذن الله بإذن الله مش كتجي زوينة يعني بلا بنبقعونا للعبو مهم هادي تومة الرباع قدرت هاديك تومة لبا غادي نزيد ان شاء الله بإذن الله العطرية قدرت مع القادية الهريسة والهريسة كتبقى اختياريان تومة واللي بغيتو يعني لا حسب الرغبة ان تومة والوليدات هاديك معلقة صغيرة دي الكروفيت بطحون اختيارية اللي عندها اللي ما عندهاش مش مشي مشكيه تدير قنور اه دات شوية دي الكامون وتحميرات بنات ضروري متحميرات لكم عارفين شوية دي البزار مهم العطرية اللي بغيتو ديرو ديرو انا دات شوية دي الخرقوم يعني العطرية ركم عارفين عادية دي الحوت وصافي والملح تهو ان شاء الله الملح كيبقى يعني ما غنكترهش باقي غادي ندير الحامض مصير ومالح والزيتون مالح والهريسة مالحة والسوجة مالحة يعني درسي ايه شوية وصافي ما كترت بززاف ملحة راني دات قريبا وحدوج مع القبار ديال السوجة حتى هو ان شاء الله صافي وغادي نديرو حت لسد معالقون لاربعا ديال زيتون يعني زيت البلدية وماطيشة معالقة كبيرة دير ماطيشة ديال الحك طماطيم المصبارة مويمة غادي نطحنو كل شي ان شاء الله ونرجع معاكم البنات بلا ما نستطعكم بالطحين مويمة البنات غادي نطحن الشرمولة وفي الخرني زيتون حتى هو عفتول البنات كيجي غزالة كيجي مع هالزيتون ميكا تطحنو كيجي غزال موهنا غادي نطحن الزيتون حتى هو مع هالك الشرمولة ان شاء الله بإذن الله مويمة البناتها هو الشرمولة ديالنا يعني هات الشرمولة هادي اللي درت غادي نديرها الحوت ونديرها الشعرية ونديرها يعني نديرها الأنواع ديال الحوت كل شي غادي دابا أول حاجة غادي نشد هادا الميرنة ديالي غادي نشرملها بزيان يعني باش مطيب ليش باسلة البنات باش طيب بنينة يعني ضروري يعني ضروري يديلوا لها هكا عطيرية باش مطيب باش باسلة مويمة ما غا نقليها موالوا غادي نديرها في فران أنا البنات يعني غادي نطيبها ونديرها في فران كتجي غزالة كتجي البنات عفتي غي هكذاك أنا ميكوت كان ميكوت كان نقلي والله هالبنات ما خليت جلدها كليت ها كليت دهك العظم كليت كل شي كليت كان نقلي ونناكل أنا شبات قبل ما طيب بس طيلا شبات والله إلا كليت دك عطي ما سخيش جات فن ناجت بني ناجت ما عادرتها في فران جات غزالة مويم هذا الكروفيد يعني القشور دي الكروفيد غادي ندير عليه الماء وغادي نديره تسلق يعني حتى يتسلق مزيان يغلى مزيان وغادي ندير ذاك الشعرية الصينية غادي نديرها في شي كاسر ولا ولا ونخوي عليها ذاك القشور دي الكروفيد يعني نصفيهم نصفيهم عليها يعني يهبط غير الماء للشعرية كتجي غزالة كتجي من السماء كتجي فنة يعني كتجي بنينة بالنسبة للحوت ديالنا للميرنا لكم شو ندرت بابي آليمينيوم وعاد غادي ندير ذاك ورقة يعني باش ما نديرش ما نديرش نيشان باش ما عارفي الآليمينيوم كيدر صافي غادي ندير الحوتة ديالي تمين شاء الله بإذن الله هنستفهم وغادي ندخلهم الفران شاء الله حتى يطيبهم يعني نطيبهم في الفران يعني لك شي ما كي لا قلي لوالو كي اللي كي قليها كي اللي تيفورها أنا اخترتها بطريقة هادي يعني سهلة دخلت هالفران وصافي يعني ما فيها لم واعلو والو يعني تالي المقلرة اني مغطيها ما غا نغسلها موالو كندربو غا نغسلها موالو كندربو غا نغسلها لم واعلو ايوات شي اللي كي هنا البنات مهم ده بارني درت اغطي يعني نغطيها بورقة طبخ وعاد نديرها عليها بابي آليمينيوم وندخل الفران مويمة البنات راني خطيت المقيلة ده باي اللي غا نشحر فيها ترتفيها واحد جوج معارك كبار دي زيد زيتون أنا مويم كنخطي مغيب زيت زيتون وغن هز معارقة من دك الشرمولة اللي اللي صوبت غا نديرها في المقيلة ونشحرها يعني مزيان نشحرها نشحرها وندير فوق منها الكروفيت ديالي يعني غا تشحر لي وندير منها فوق الكروفيت يعني جهدوا البوطع باش داك الكروفيت ما يتلقش المديال وراك معارفين ما كيتلق ذاك الفوائد ديال وخليوا البوطع مجهدة يعني ضغيض غا كي طيب غا ننصو طيوه واحد شوية صافي ونحيدوه ومن تقريبا أنا عندي شي راني درت كيلو ديال الكروفيت هذك الليلة كيلو البنات مصخ والله إذا مصخ نقيته مصخ القشور كتر منه مويا وكيف ما كانت شوفوا دا بغا دينا نحرك غا دينا نحرك دك الشرمولة مع الكروفيت سوف نخليها تطيب بالنسبة لبنات اللي طابطوا نحطها شبيكة هدايا اللي طيبت هذ الكروفيت هذك شي نديرو في شبيكة يعني تقتر وخاك ترور يخصي باش ما يفزق ديناش الورقة يعني يخصنا نهدع نشفوه مزيان يعني نديرو في شبيكة غا نطيبوه نحيدوه من المقالة ونديرو في شبيكة ان شاء الله بإذن الله ذاك الكروفيت راني كان وريكم راوكة تسلق حتى هو شتوه قدامه سافرنا نخلي تسلق حتى هو ونحتاجوه بش هذك ذاك ذاك اللاصوس اللي كان شحرو فيها الحوت ذاك شي مكان لوحوه هذك المريقة هنحتاجوها تاهي ندروها الشعرية نزيدوها الشعرية هاي البنات الشعرية ديالي درتها في ذاك زليفة وغادي نصفي علي هذك قشور ديال الكروفيت شتوكي طريقة سهلا انتو تبارك الله تغيض غا يطلق ذاك اللون ديال الكروفيت في الشعرية كتجي بنينة كتجي فنة كتجي وخا ما يكونش عندكم البنات الحوت شينها ان شاء الله ندير معاكم الحوت بسطيلة ديال الحوت بلا حوت يعني كتجي بحالي ديال فيها الحوت كتجي غزارة كتجي صافي دا بغا نخليها هنا يحتاج احتاج الدب مزيان يعني تدخل فيها الطياب ونحن نحيدها ونديرها تصفع ان شاء الله ها هو الكروفيت ديالي البنات رادي نديرو في ذاك اتباك الله طلاق المحته هو هنديرو في في شبيكة ديالي ونخليه يقتر حتى اه يقتر ان شاء الله بإذن الله كما قلت لكم تحاجة ما غاد داك المريقة ديال ودك شي بها باش غاد نديرو داك الشعرية باش غا نشحر الشعرية باش كتجي بنينة يعني ما تجينا الشعرية بس لا كي اللي كيدير الشعرية غي هكذاك اللي بدعك الشعرية كم مادة تشرمو لها كتجي بنينة كتجي هانتو ما هاي دا بخليت الكروفيت حيتو حيتو خليتو علاج بعدا اللي حيتا كان يعني اللي صوبتا كان حيتا بالنسبة للحوت ديالي الميرنا ها هو خرج شم الفرار راه باقي سخون البنات نخليه بردغي واحد شوية شو تبارك الله نخليه بردغي واحد شوية باش نقدر ننقيه يعني من يعني باش نقدر ننقيه من الشوك يعني راه سخون عفتوها البنات وحق الله العظيم يعني ابنات ما يجي بشي خبيز ويقلسي ياكل جالب وحاجة جت فنة جت بنينة مميما البنات ها هوتا هو مقيت الميرنا ديالي ها هي شتوها يعني ما فرتتهش أنا بزاف خليت فيها طروفها كبيني باش تجي في العظامي كتعطي كتحسي كتعطي يعني كتعطي الحوت صافيها وما خليتهم راه متصفا وشتو كل ما بديكم ذاك المريقا ديالهم ما غاديش اللوحارة هي اللي غادي إن شاء الله نديرها في الشعرية ها هي البنات داك المريقا وزيت واحد شوية معت المعالقة ديال ديال داك الشرمولة حتى هي صافي وقيت كان نشحوها مزيان ان شاء يعني تشحر باش غا ندير فوق منها غا ندير فوق منها الشعرية ان شاء الله بإذن الله صافي وغادي ندير الشعرية راني غادي نقطعها بالمقص يعني قطعوها رقيقة باش ما تجيكمش في الورقة متكونوا كتتاكلوا تبقوا تجروا راني قطعتها وكل شي شتوها انتو من البنات رها باينو واضحة راني قطعتها يعني ما سورش معكم ما كنت كان قطع بالمقص صافي وغا نشحرها مزيان ودابا ان شاء الله بإذن الله من غا نشحرها غا نجمع كل شي في واحد زلافة كبيرة عندي ونخلط ان شاء الله المقادير كامل ان شاء الله بإذن الله ها انتو مكلف ما كتشوفوا مهمة البناتها هي زلافة ديالي شتو ذاك الشعرية كي جات بنينة يا البنات تاكلوها غي هكذا وحق الله تاكلوها كي جات فنة جات بنينة مهمة درتها وغندي فوق منها ذاك الحوت اللي نقيته يعني اللي شحرنا داك الشي الميرنة وانا زد شوية ديال الملحة حي جاتني بالسوسة مهم كيف ما كنقول لكم التوقع كي يبقى على حسابكم يعني انتو مكت طيبوا وانتو مكت ضوقوا ضروري ما تضوقوا باش يجي لك شبني اللي بغي يزيد الحار يزيد اللي بغي يزيد الحامض يزيد مهمة البناترا لني قطع الطريفة ديال الحامضة هما داك درتهم ما صورتهمش معكم ها هو الحوت دا بغي ندير الحوت ها هو فوق الشعرية وغندي نخلط كل شي ان شاء الله بإذن الله البنات قدامكم هنتو مكتشوفو يعني غندي ندمج العناصر مع بعضياتها يعني باش يجي لك شي واضح كي اللي كيدير طبقاتا كتعجبني نخلط كل شي البنات تخلط حسن ايوات شي ديكاين دا بغي بدون نعمره مهمة ورقة واحدة يعني درت بصير قدرت بصير ثلاث غي صغيرين قطعت الورقة ديالي عندي ورقة كبيرة قطعتها على أربعة وكل ربيع كان ديرو في ذاك المغيطية انا شتو درت غير ذاك المغيطية ديال القرعة بها باش قديت انا راني بديت كان صوب وبالنسبة لبنات باش ندهن بسطيلة دياني كي يجي محمرة كي يجيو زوينين قدرت هنا زويتها بلدية ودرت معاها مع القديل تحمير وخلطها مزيان ذاك زويته وخليتها تطرقت مزيان كانت تبقى غي ذاك زويته كتتاخدوها كانت تبقى تدهن بها الورقة ديالكم باش كتجي محمرة كانت تبقى غير ذاكي لديك انا مهم هدا انا ما عنديش فرماج الحمر انا ندير فرماج المثلات اللي لديها شي فرماج دير ولي ما كيش ما تديرش قاعنا مهمة كان عندي فرماج كان ديره وحيدة كان ديرها ما بينجوج كانتو مصافي كان شد البيض البيض حتى هو البنات يعني كان هل ندير البيض البيض باش مكتتفكليش الوريقة ديالي ساهلا انا ضغيرا الضغيرا بالتأكد ذاكي بنفس بطارثة ه 약간 تركيش Där فالجاب الشرق ندير البيض البيضå ما عرفش علش الكاميرا ما عرفش زيت عندي بسمحولي اما انا براسي ما بانتليش دامافش المونتاج ما بانتليش بسمحولي موهم راه طويان راه ساهل كاتو بحل وريده كاتجي ساهلة البنت كاتجي زوينة ساهلة ها انتو باشتوكي خرجات الله يلا خرجت زوينة بالله موهم ها هما بسيطلت ديالين بعد ما رساليتهم كيجي وغزاني كيجي وابنت كتتقبوهم شوية بالكيرضون باش ما كيترتقوش يعني بش ما كيترتقوش كيجي وزوينين يعني باش ما كترتقليكوش الورقة كتبقا ها كذا كيف مادرتوها يعني كيف مالويتو الورقة كتبقا هنت небغتشوفو في الخير مول ديالي استغفر الله العظيم سوف يدهن البسيطلات ديالي سمحوا لي استغفر الله العظيم سوف ندخلهم الفرن ان شاء الله ها هما البنات بعد ما دهنتهم ها هما البنات البسيطلات ديالنا يخرجوا عفتوها البنات والله تخرجوا في فن نجا وبنانين يعني ورا شوفوا البنات راهم عامرين مشيز عما خاوين العامرين انتبارك الله وكنتمنى هاد الفيديونا الاعجاب ديالكم وتجربوه ان شاء الله لسيدنا رمضان وبسحتكم وراحتكم حتى انتوما والله يجازيكم بخير وشكرا على المشاهدة